مساء الخير طول عمرنا بنسمع عن فلان اللي ارتبط بفلانة وبعد ما عشمها بالجواز قال لها لسطوانة إياها بتاعت انت تستهلي واحد أحسن مني أو فلانة اللي فرحانة بشكلها وجمالها وبتستغل الجمال ده في إنها تعشم الشباب عشان تاخد منهم فلوس وهدايا وفسح وفي الآخر معلش يا بيبي كل شيء اسمه ونصيب سمعنا وشوفنا من ده كتير يمكن ما فيش حد فينا ممرش بقصة حب فشلة ووعود كذابة لدرجة إننا ساعت كان الموضوع بيقلب معنا بقى من عياط وشحتفة يعني لدحك وكوميديا أحيانا لغير الشماتة والناميمة من الناس اللي بتحب تتسلى على قصة صغيرها وتفرح قوي طيلك شو عشمها وخالع أدهم بطل قصة حقيقية النهاردة دخل البيت من بابه وحط إيده في إيد رجالة وبدل ما يتقدر على حبه وإنه جد اكتشف إنه تسرق والسرق كانت ثلاث سنين ونص من عمره خلو فيها احتياطي ستبن زي ما قال فرسالته وعشان نفهم الموضوع من أوله تعالوا نشوف أدهم بعث لنا يقول لنا إيه اسمي أدهم وكنت قليل الكلام معاهم يعني يا دوب على قد الدراسة والأمور اللي تخص الدروس وبس لكن ما كنتش بتكلم معاهم عن حياتي الخاصة نهائي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعني بيهم خارج الدراسة هي شطرتي في لعبة الشطرنج ما فيش حد من أصحابي عارف يكسبني في اللعبة دي لدرجة إني كنت لفل الوحش والشخص اللي بيتضرب بيه المثل في اللعبة ولما دخلت سنوي عام ما كنتش بعمل حاجة في حياتي غير مذاكرة لو عمري بصيت لبنت من الجيران ولا البنات اللي كنت باخد معاهم دروس ولا عشت فترة مراقتي زي اللي في سنيني لحد ما جبت في سنوية عامة 99% ودخلت كلية هندسة وفي الكلية كنت برضو مركز في محضراتي وبس لدرجة إن زميلي كانوا بيستغربوا ويقولوا لي أنت إزاي كده معقول ما فيش جواك مشاعر فكنت بقول لهم أكيد جوايا بس بعرف أتحكم في نفسي وكل حاجة عندي محسوبة كويس وليها وقتها وزي ما دخلت الكلية وزي ما خرجت خمس سنين اتخرجت بعدهم بتقدير جيد جدا ما عاشتش فيهم قصة حب ولا إعجاب ولا أي حاجة من الكلام ده جايز كان فيه أعجاب من بعض زميلاتي بحكم أني الحمد لله كنت محترم وجدع مع الجميع وبساعد أي حد محتاج أني أذكر له أو أحلله بعض المسائل وكذا مرة كانت بعض زميلاتي من دفعاتي ودفعات تانية أصغر مني بيلمحولي بس ما كنتش ببين أي تجاوب بغاية ما يزهقوا ويمشوا وبعد حوالي أربع سنين من التخرج اكتشفت يا سالي أني بقيت فاشل جدا عاطفية وصفر خبرة في التعامل مع الجنس الآخر وما بعرفش زي يتكلم مع بنات ولا زي يفتح حوار ما أنا أصلي بعد ما اتخرجت اشتغلت وكنت بنزل مواقع كتير وكان كل اختلطي مع العمال والفنيين وبس ما فيش خروجات زي باقي الشباب اللي في سنين ما فيش نوادي ما فيش كافهات ما فيش سينمات ما فيش بنت بصهر طول الليل أتكلم معها أو أبعث لها وتبعث لي حتى مورنج تكست ولما وصلت لسنة الثمانية وعشرين ماما وأخوتي ببنات عملوا عليها اتفاق وفي يوم راجع من الشغل تعبان لقيتهم عاملين اجتماع عشاني بيقولولي عندنا ليك عروسة قلت لهم باستغرب عروسة ضحكوا علي وقالوا يعيني يا ابني لشكله نسي يعني ايه بنات وجواز وطبعا يا أدهم بما انك ما عندكش أي خبرات وتجارب عاطفية وحياتك العملية في المواقع كلها أكيد لقيت نفسك موافق موافق على فكرة ان هم يشوفوا لك عروسة وقلت أكيد هيختاروا لي واحدة تبقى كويسة ومضمونة صح؟ تعالوا نكمل بكل صراحة وأشاركها أفكاري وأصراري كانت العروسة أخت صاحبة أختي الكبيرة في الشغل وفي مرة أختي كان بتتكلم معاها علي وعمو أصفاتي وشهدتي وشغلي فقالت لها طب ما نجوزوا الأختي دي بنت جميلة وبتدرس في كلية الأداب وبتعرف تعمل كل شغل ببيت وقطة مغمضة لا لفت ولا دارت شبهي وشبهك بالزبط بس المفاجأة إننا لما روحنا نتقدم بابها كان شديد شوي وطلب طلبات مبالغ فيها وماما كانت هتشد معاه وقومنا من غير ما نتفق بس الغريب إني لما روحت البيت حسيت إني ملت البنت دي كانت جميلة جمال مش طبيعي مش طبيعي يا سيلي ولما ماما قالت هما متقرعاني على إيه اللي خلقها ما خلقش مليون غيرها يفتح الله قلت لها معلش يا ماما خلينا نقعد قاعدة تانية يمكن نتفق لما روحنا لهم تاني كنت رايح وجوايا قرار إن الموضوع ده لازم يكمل وعملت أقسم عندي عشان الاتفاق يتم رغم إن أختي نفسها اللي كانت زميلة أختها قالت لي بلاش يا أدم أنا اللي رشتحتها لك وأنا اللي بقولك بلاش بس كان في حاجة جوايا شداني للبنت غزبا عني رغم إنها كانت سكتة مش مبينة أي رد فعل ولما جي عليها دور عشان تتكلم قالت أنا اللي شرط وحيد مش هتجوز غير لما خلص دراسة ردت ماما بعصبية وقالت معقول ده أنت لسه في سنة قولة كلية يعني هنستنى ثلاث سنين كمان بس أنا قلت لهم إني موافق وفهمت بماما إن ده المصلحتي عشان أكون جبت كل اللي ناقصني من غير ما أضغط نفسي واجي على صحتي أو شغلي أو أعصابي وفعلا اتخطبنا واجبت لهم شبكة غالية تحلم بيها أي بنت بس هي كان باين عليها إنها مش مبسوطة قلت معلش تلاقيها لسه مكسوفة عشان ما عرفناش بعض كفاية وبكرة ناخد على بعض وفي خلال الثلاث سنين كلية كنت بالنسبة للناس كلها وبشهدتها واحد نازل من السماء في الحب والعطاء والهدايا والمفاجآت حتى المفاجآت اللي كنت بعملها لها عملت حاجات يا سالي لو حكيتها لك هتقولي دي مبالغة وما فيش حد بيعمل كده رغم إنها كانت بتبقى سعيدة بتقولي مش عارفة أشكرك إزاي بس كنت بشوف في عينها نظرة غريبة مش قادر أفهمها نظرة حزن ممكن أو خوف أو نظرة حد عايز يقول حاجة ومش عارف أو مش قادر لحد ما عدت التلات سنين وخدت الليسانس وهنا كانت صدمة عمري خطبت يا سالم طلعت كانت مرتبطة بواحد تاني شاب كان أكبر منها في سنتين معها في الكلية وعشان تسكت أهلها اللي كانوا بيضغطوا عليها عشان تتجوز حطت شرط الجواز بعد ما تخلص دراسة عشان تديره فرصة يكون تخرج زبط حاله ويقدر يجي يتقدم لها ده اللي أنا اكتشفته في الآخر بعد ما لقيت أهلها بيدوني شبكتي والهدايا بتاعتي وبيقولوا لي كل شيء اسمها ونصيب أتريها في الكواليس هددتهم بالانتحار وعرفتهم كل حاجة وصممت على رأيها والموضوع كبر وعشان يتلم اضطروا في الآخر ان هما يوافقوها وقرروا يدوني حكتي عشان ما تحصلش شوشرة بس أنا اتحققت بيا خطة رخيصة ضع قصادها ثلاث سنين ونص من عمري كنت فيهم مجرد سد خانة أو عريسة ستبن لحد ما لبي يكون جاهز عشان يقعد مكاني ثلاث سنين ونص تخطيط وأحلام وردية صحيت منهم على أكبر كبوس ومقلب كبير قوي أخدتوا في حياتي جوايا نار يا سالي نار من اللي حصل ومش قادر أصدق ان اتعمل فيا كده رغم ان أمي واخواتي جابوا لي شيخ عشان يهديني ويقولي ان ربنا هيعوضني بس أنا مش قادر أفوق مش قادر أتصالح مع الموقف مش عارف أعمل إيه هو أتصرف إزاي قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة أدهم رسالة بتوجع القلب يعني عارف لو يفكرنا احنا كم مرة اضحك علينا كم مرة ممكن نكون كنا خطة لان حد يوصل لحاجة معينة أو ان احنا كنا ماشيين بصفاء نية فما نلاقيش ده على قد ما انت بتتوجع وتتعاطف مع بنت حبيبها أو اللي كان هيخطوبها عشمها وطلع ندل وانه عشمها وخلع زي ما بيقوله وكسر قلبها لازم نتوجع أكتر على قلب زي قلب أدهم ده إلا قهر الرجال اللي دعم من عمره ثلاث سنين كان دوره فيهم انه صد خانة استبنه زي ما بيقولي حرام عشان يحل محل إيه حبيب خطبته لحد ما يجهز نفسه طب مين يعوضه بقى عن الثلاث سنين ونص اللي دعم من عمره بالضعو على الفاضي وهل أجمل أيام حياتنا أو أحلام عملناها أو أفكار حطناها أو حاجات عشناها ممكن تتعود طب تفتكروا أدهم ده ضحية بنسبة 100% ولا كان عليه الدور يعني كان عليه الدور ان هي كانت تتضحك على واحد واثنين وثلاثة أو عملت كده قبل كده ولا كان عليه دور برضو في اللي حصل ده ان هو اللي خليها تعمل فيه كل ده طب معقول هي هتروح لحبيبها وتتجوز وهتعيش عادي ولا كان حصل حاجة طب وحق إيه العبارة طب إيه التصرف الصح اللي مفروض يتعامل معاها في موقف زي ده على فكرة ممكن حد يقولي يا عمم أنا متجوز ومخلف والحياة ماشيك وعيسة شاب إيه وقهرته إيه وقلبه إيه ممكن تبقى جد لشاب زي ده ممكن تبقى أب لشاب زي ده ممكن تبقى أخ لشاب زي ده أو صاحب لشاب زي ده وقلبك يتوجع عليه فإحنا هناك كلنا بنسمع كلنا بنتعلم بنعرف نعمل إيه في اللي جاي في قصة حقي استنوني بعد الفاصل